السلام عليكم ومرحبا بالجامع لتحضير مائدة رمضان اليوم سوف نقدم لكم تشكيله منشهوات الرائعة والديدة نبدأ على بركة الله سوف نحضر خامرات قطني خفاف رطبين وبحشوة الديدة ومن نفس العجين سوف نحضر بيزا بحجم عائلي سوف نحتاج 300 غرام من فارينة و 200 غرام من دقيق القمح السلب سوف نضيف معلقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات ومعلقة صغيرة من السكر اللي يمكن تعاوضها بالعسل مثلا الخميرة الفورية يمكن لكم تعاوضها بعشرين غرام من خميرة المعجونة وتنضيفه معلقة صغيرة من الملح سوف نجمع العجينة بالماء الدافع حوالي 150 الكمية التقريبية يمكن نزيد ويمكن نقصه لان انواع الدقيقة تختلف من حيات الامتصاص للسوائل تنجمع العجينة تندل كوحة نحصله على العجينة متوسطة الليونة والسطح من بعد تنغطيها ولنوضعها في كيس من بلاتيك الغذائي ونسلكوها حتى تختامر بمقلات على نار متوسطة تنوضعه القليل من الزيت وقبصها من الملح وتن شويو هاد شرائح من الكوسة او القرعة الاخضر القرعة خضرة حتى تتاخد لنا لون بني من الجهتين وغادي نوضعها جانبا هذا بالنسبة للحشوة ديلا البطبط وبنفس المقلات فتنوضع اللحم المفروم اللي يمكن لكم تعاوضه كذلك بصدر الدجاج اللي تطحنه في المضحانة او لف الروبو ديالكم من بعد تنتبله بالتوم بدرة التوم مجفن فممكن لكم تعاوضه بالتوم الطري الفلفل الاسود اللي هو البصار عندنا هنا كذلك زنجبيل سكينجبير فلفل الاحمر الحلو البابريكا وكذلك الكمون ومسحوق خبوب القصبرة وبالنسبة للسودانية فهي اضافة اختيارية الشطة فضفت هنا جوج ديال السودانيات الملح حسب الرغبة وبالنسبة لهد هدية تسبيلة ديالنا اللي تيتوفر مثلا على التوابل كذلك ديال الكفتة خاصة الى كانوا عندكم التوابل ديالسيري قسم فيمكن لكم اضيفهم لانهم تعدونا واحد جمالية واحد رائحة جد زكية وطيبة الهد الكفتة وتنضيف كذلك البصل المجفف رسبقه وحضرته معاكم الى ما توفرتوش عليه اعملوا واحد نص حبة ديال البصل اللي متوسطة تكونوا مقطعينان مكعبات صغيرة تنشوحوا كل هاد المكونات جيدا تنخلو محتى طيبو المدة ديالعشر دقائق قريبا ومن بعد غادي نضيفو عليهم عشر ورقات من النعناع اللي تنفرموهم تنخليوهم يعني ما تندلوهمش في اللول باش يبقوا محافظين للنع على هديك الرائحة ديالهم الزكية يعني سيبقوا محافظين على هديك الخصائص ديالهم وباش تبقى النكهة ديال النعناع مركزة في هاد الحشوة فبالنسبة للشرائح اللي حضرنا في الاول ديال القرعة خضرة ديال الكوسة فغادي نفرمهم تيزيدوا اعطونا واحد نكهة مميزة لما بغيش يدف مثلا الكوسة فيمكنني عاودها كذلك بالدنجال البدنجان حتى هو تعطينا انك هالي مماثلة تقريبا لهاد القرع المشوي خشوة لها بسيطة ولكن مميزة في نفس الوقت وتندمجوا كل المكونات وهنا عندي شرائح من الزيتون الاخضر فغادي نفرمهم نعيما وغادي نضيفهم الحشوة ديالنا وغادي خلط كل المكونات حتى تندمج مع بعضها البعض بهذا تتكون الحشوة ديالنا جاهزة كيفما تتلاحظوا تتكون ناشفة اللي بغي يضيف مثلا الجبن فيما بعد المبشور فيمكن يضيفو حتى تبرد الحشوة الى بغيتو هي اضافة اختيارية وفي الاخير تنضيف شوية من البقدون المجفف او الطازج تنخلطو الكل وتنخلو الحشوة تبرد جانبا بعد الاختيار ديال العجين هذه النتيجة اللي حصلنا عليها فغادي نقسمو الاثناشر قطعة غادي نحصل على بطيبطات لهم الحجم ديالهم ما بين صغير ومتوسط انتو ما سيبقى لكم الاختيار بالنسبة للحجم تنسعنوا فقط بالقليل من الدقيق طريقها ساهلة وبسيطة من بعد تناخدو الكورة اللي شكلنا اللولة تنبسطوها شوية غاية واحد شوية وتنعمروها بالحشوة القياس ديال معاقة كبيرة ممتلئة وتنجمعو العجينة حول هاد الحشوة بهاد الكيفية تنحاولو نجمعو العجينة مزيان ما تنخليوهاش تنفس لاحظو معايا من بعد غادي نقرسوها شوية كيف ما غادي تلاحظو معايا تنحصلوا على واحد السمك ديال واحد ست ميليمترات تقريبا من بعد تنوضعوها في الصينية اللي سيكون فيها من ينديل تنغطوهم وغادي نستمر في تشكيل باقي الوحدات بنفس الطريقة طريقة ساهلة وواضحة المهم هو الاحكام ديال القفل ديالهم من بعد غادي نخليهم يختامروا المدة دي خمستاشر دقيقة وسنخبزوهم بمقلات اللي تتكون سخونة على واحد النار اللي تتكون يعني متوسطة فتلاحظوا الانتفاخ ديالهم لاحظوا معايا ضروري ما تكون المقلة سخونة حاولوا تعملوا معا مقلات اللي تتكون دات جودة تكون شوية تقيلة اذا كانت المقلة خفيفة رضغية غادي تحرقوا ليكم اللي بريد هنا بشوية زيت فممكن كذلك لاحظوا معايا اذا كانوا مسدودة مزيان راهم تتنفخوا كيفما شاهدتوا بفعل هذا كل الهواء الساخن ديال الحشوة تخلوهم ينتافخوا ودي النتيجة اللي حصلنا عليها فتنخلو محتي تتحمروا من الجهاتين تياخدوا لون ذهب خفيف من بعد غادي نتاقلوا مباشرة نحضروا الوصفة الثانية من نفس العاجين احضرت جوج قطع ديال هاد البيتزا اللي ستلاحظوا معايا بشكل مستطيل خبستها في الفرن للدرجة ديال الميتين لمدة ديالتناشر دقيقة وحصلنا على هاد النتيجة من بعد غادي نحتاج الموزاريلا الطازجة طرية غادي نقطع الشرائح دائرية وكذلك الطماطم الطرية اما بالنسبة لهاد السوس ديالبيتزا وديالمعجنة فاسبقوا احضر سمعكم رابط الوصفة غادي توجدوه بالاسفل بصندوق الوصف غادي نحتاج للقياس تقريبا ديال واحد الميتين ميليلتر واحد الخمسة حتى السوسة مع القكبار ممتلئة من بعد نوضعوا شريحة من الطماطم وشريحة من الجبن فاسبقوا حضرت معكم العديد من انواع ديالبيتزا وليوم حبيت النوع معكم نعطيكم شكل اخر وغادي نحتاجوا للتونة باش تاخدوا افكار على البيتزا لان البيتزا راها يعني راها بحرب بوحدة مكوناتنا كانت بسيطة كيف ما لاحظتوا معايا من بعد تنوضع قطع من هاد التونة بالاعلى وشرائح من الزيتون الاسود وفي هاد الاثناء ارى الفرن مشتعل من الاسفل الاعلى للدرجة ديال ميتين غنقوموا بالخبز ديالها المدة ديال عشر دقائق اضافية تنضيف هنا يلحبق الريحان المجفف يمكن لكم تعاودوه بالزعتر وواحد الخيط ديال زيت الزيتون سوف تندخلوا للخبز كيف ما قلت لكم عشر دقائق على الفرن اللي تكون مشتعل على الدرجة ديال الميتين مشتعل من الاسفل الاعلى هاد نحتاجوا الاجنحات الدجاج اللي فصلهم على جوش كيف ما تلاحظوا معايا دجاجة نكونوا منضب فينوا بشكل جيد بالنسبة للتسبيلة فغادي نحتاجوا لها المعطقة كبيرة من عصير الليمون الحامض هاد التسبيلة فهي تسبيلة اسيوية رائعة جدا فحاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم غنضيف كل من الزعصر المجفف الثوم المجفف الفلفل الاحمر البابريكا الحميرة غنضيفه كذلك الملح غنضيف كذلك معلقة كبيرة من سلسة السوجة أو السويا سوس معلقة كبيرة من سلسة الخردل لمطارد ومعلقة كبيرة من الكيتشوب معلقة صغيرة ممتلئة من الزنجبيل يلا كان عندكم طريق فيمكن لكم تستعملوه كذلك بالنسبة لطعم دي لهم يكون شوية حار فيمكن لكم تضيفوا لهم الشطة او السودانية الهريسة اي نوع من هاد الانواع اللي تتكون حارة ضيفوا غير شي حاجة قليلة باش اعطيكم توازن لهاد التسبيلة اذا كان عندكم الوليدات فيمكن لكم تستغنوا عليهم تماما وتنضيفوا ثلاثة مع الكبار من زيت نباتية غنخلط كل هاد المكونات جيدا تسبيلة بسيطة وساهلة من بعد تنضيفوا القليل من سمسم زنجلان ليتيكون خضر ما تيكونش محمص وهذا نخلو هاد الاجنحة دي لدجاج على الاقل مدة دي لنساعة حتى تشرب التسبيلة ممكن لنا نخلوه حتى الليلة كاملة لكن غادي نحتفظوا بها في المجمد في ممكن لنا رسوها في واحد الاناء ونغطيو عليها وندخلوها المجمد وقس ما بغيناها تنخرجوها تنخلوها حتى تتفقق واحد شو ومن بعد تنطيبوها بالطريقة اللي احنا بغينا اما بالنسبة للتحلية دي اليوم فهي تحلية مميزة بدون سكر بدون فلان بدون جيلاتين او اي يعني الاشياء اللي بدون دقيق بدون نشا شي حاجة اللي بسيطة والطوب غادي نحتاجو لخمسة الحبات ديال التمر يكون ارتب يكون معلك سنضيفو عليها القليل من الحليب ونطحنو هاد التمر بشكل جيد طريقة تحضير ديال هالتحلية فهي بسيطة بزاف لكن غادي تفاجئكم بالبنة واللدة ديالها بكاسرول على نار متوسطة غادي نوضع الكمية المتبقية من الحليب وغا نضيفو عليها كذلك الخلاط ديال الحليب مع التمر بعد ما تنصفيوهم بش نتخلطو من هذيك القشرة اللي تتكون خارجية تتكون شوية قاسحة اللي تتكون مغلل في التمر انتم لاحظوا معايا هات الشوائب تنزولوهم من بعد تنخلط كل هذي مكوناتين تندمجهم مع بعضهم وبالنسبة للنكهة فتتبقى حسب الرغبة استعملت هنا نكهة الكراميل يمكن لكم تستعملوا مثلا نكهة القهوة او للنكهة مثلا تقدروا تستعملوا فقط قليل من القرفة مسحوق القرفة يمكن لكم تنكهو بمبشور الليمون الحامض فقط الطبقة العطرية او للبرتقال انتم ما تبقى لكم الاختيار او للبانيلا فتنخلط هاد المكونات من جديد تنخفض من درجة حرارة المقيد لان اخذت معي الحرارة لازمة وهنا عندي السميد السميد الفرخة السميد اللي تنستعملوه في الحرشة او للبغرير البسبوسة وتنخلط كل هاد المكونات بشكل جيد تنخلوه خالط اللي بغى الخالط يكون بواحد القوام كريمي ناعم فيمكن يطحنو بالمطحنة الكهربائية ديال الايد اللي بغي اذو كل حبيبات ما عندوش مشكل مع الحبيبات اللي تكونوا في هات الخالط فلا بأس بذلك يمكن يسربهم مباشرة في الكؤوس ديال التحلية سنمزعوه سنخلوه واحد الكمية بالكسرو اللي تنضيفو عليها معلقة صغيرة من بودرة الكاكاو المر شوكولات غبرة بالسوس وتنخلط الكل بشكل جيد باش نحصلو على جوج طبقات تنوزع هاد الكمية المتبقية بشكل متساوي كيف ما لاحظتوا معي مكونات اللي هي بسيطة ومتواجدة بكل البيت تنخلوهم حتى يفتروا او لتا يفقدوا حرارة تماما ديالهم من بعد تندخلوا التلاج نقدموهم باردين بالنسبة لأجنحات الدجاج فغادي نطيبهم في الفورن في هات الأثناء مشاعل من الأسفل والأعلى على الدرجة ديال ميتين غادي نخليهم المدة ديال 20 دقيقة وتصبحوا جاهزين بالنسبة للمرافقة ديال هاد الأجنحة ديال الدجاج غادي نحتاجوا المقلات اللي سنوضعوا بها قيزة الربعة معها الكبار من زيت نباتية غادي نشحروا فيها اربعة الفصوص من التوم اللي غادي نقطعوه من الشرائح تنضيف جوج ورقات من الغار مجرد ما تطلع لنا تنشموا ديك الرائحة ديال التوم غادي نضيفه 400 جرام من الروز استعملت هنا الروز العادي الروز مكركب او لدير وتنضيف البازيلة الكمية حسب الرغبة جزر مقطع المكعبات استعملت فقط حبة جزر مقطعها المكعبات صغيرة وانتبل بالقليل من الملح والفلفل الاسود تسبيله بسيطة وصدقوني تجي هاد تجي هاد الاروز رائع ضفت الشطة او اللي يمكن لكم تعاوضه بالهريسة او السودانية واحد لمعاقة كبيرة من البقدونس المجفف يمكن لكم تعاوضه بالبقدونس الطري تنقل له هاد المكونات المدة ديال واحد دقيقة ونس حتى الجوج دقيق ودائما مع التحريك بس توزع الحرارة بشكل متساوي وما تتغير شلنا اللون دي الروز هنا عندي زيس مقطعة شرائح زيس الاخضر تزيد اعطينا واحد الطعم حامدي لهاد الاروز توازن وعندنا غدي نضيفه الليتر من الماء المحلة بيه قليل من شعارات الزعفاران الطبيعي هاد الماء يكون دافئ او لسخون وغادي نخليهم المدة دي عشر دقيق على نار مرتابعة من بعد تنخفضوا درجة حرارة المنقذ الى منخفضة المدة دي عشر دقائق اضافية وتنخليوا هاد الروز ديالنا يرتاح المدة ديال الخمسة دقيق من بعد غادي نوضعوا فمول باش يكون تقديم زوين تندغط شوية كيف ما تلاحظوا معي هو بيبدأ الاروز رها متفكة تماما الى تبعتوا نفس الخطوات غادي تحصلوا على روز ولو الروز اللي تكون كركب يعني تتكون في واحد الكمية ديالنا شوية مرتابعة اراغر سبع الخطوات اللي اعطيتكم ان شاء الله غادي تحصلوا على النتيجة اللي هي مزيانة اه الاجنحة ديالتجاج خرجتها من الفرن سنوضعها بالاعلى استعملت هنا المول العجيب ودائما طريقة تقديم فتتبقى حسب الرغبة ديالك كل واحد فيكم فدائما كيف ما تنقولوا بان العين تتكل هي اللولة لهذا دائما اطبقنا نحاولوا نبدعوا فيها شوية ونتفنوا فيها وهدو هما الوصفات اللي قدمت لكم اليوم فما بقليئة لنقول لكم بسحارة دمسم لنا اوفياء وغدان يتجددوا لقاؤنا ان شاء الله اشتركوا في القناة